السؤال اللي بعد كده بيقول متقدم لي شاب ومتجوز وعنده تلت بنات عال حرام علي لو وافقت علماً أن مراته قالت أن هي هتطلب الطلاق لو تجوز هل أنا كده هبني ساعدتي على تعاسة ناس تنين السؤال بهذه الطريقة السؤال بيبقى دايماً مفخ يعني إيه اللي حاصل السؤال هنا ليس سؤال على الحرام والحلال أكثر ما هو سؤال على المناسب والمتاح وغير متاح يعني السؤال هنا ده محل استشارة لكن هل حرام أن امرأة خلينا نخلي السؤال أكثر تجرداً عشان نتكلم ده هل حرام أن امرأة تتجوز راجل متجوز الجواب لا لكن إيه اللي حاصل لكن حرام أن امرأة تعين رجل على الظلم يعني تطلب منه أنه يظلم زوجته الأولى ليه أنت ما عملتش كده مين اللي يتحمل بقى العدل من عدم العدل والظلم من عدم الظلم هو الزوج ولزي كان كلامي أولاً للزوج لا تتزوج إلا إذا كنت قادراً نفسانياً وقادراً قادراً في إدارة العلاقات أن أنت تدير العلاقة ما بين اتنين لأنه واضح أن حياتك هتشتعل وحياتك إذا اشتعلت لن تستطيع أن تسعد مع الزوجة الأولى ولن تستطيع أن تسعد مع الزوجة الثانية لأنه أنا نسيت أقول لكم حاجة هي إيه اللي خلت الزوجة بتسألني؟ عليش شوية حاجات كده ممكن أقولها للزوج وتساعده في فهم شوية المرأة والنساء هي سألت السؤال ده لأنه هي في الحقيقة لما هو يعمل كده مع مراته وهيبتدي تحس أنه هو هيظلم مراته الأولانية وذلك الستات بيبقى عندهم مشكلة اللي بتتزوج الزوج تاني بيبقى عندها مشكلة هي في وقت عايزة أن زوجة اللي هو كان متجوز ده يبقى لها لوحدها وفي نفس الوقت هي بيبقى عندها شعور شديد جدا جدا أن زوجة لو أنه غدر بزوجته الأولانية اللي يمنعه من أنه يغدر بها هي إذا كانت هي مش هتلبيه له احتياجاته فبتفضل هي ممزقة من بين ده وده هي ما طلبتش التلقق أختها يعني ما عملتش النهي اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانها بتقول أن هي لو عملت ده هل ده يكون شيء جائز أنا شايف في الحقيقة أن المسألة مش بس كل مباح متاح مش كل مباح متاح أنا شايف أن زوج حضرتك لازم يبين قدرته على احتواء مشكلته مع زوجته الأولا ثم تتجوزي أنت مش لأن جوازكم من بعض لو قلوا أنه هو تتجوزك عيبقى حرام ولكن لأن المسألة محتاجة تأني ومحتاجة إدارة للعلاقة لأن إدارة العلاقة دي هي اللي هتخليكي تسعدي في زواجك منه لأنه هو لو بيكد وبيتعب وبيتقلم وبيتوجع وبيتقذي وبيقذي وبيروح وبييجي مش هيكون جاهز أنه هو يبدأ حياة جديدة معك فنصحتي أن احنا محتاجين استشارة محترمة ولاتشرفونا في مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاء المسارية لأن المسألة محتاجة عنية جدا جدا في التعامل مع هذه القضايا